نظام المغربي عارف بأنه خارج عن الشرعية لهذا نجدوه يستعمل كل أساليب الخبيثة من رشوة مثل ما يفضح الآن في أماكن في العالم والجوسسة هذا الشيء يعني يتميز به والمخدرات وآخر شيء التطبيع مع إسرائيل كل هذا دفعه حتى يربح السيادة على الصحراء ولكن هل ربح السيادة على الصحراء بعد خمسين سنة؟ لا لم يربح وإذا استمر زمن آخر فلن يفقد الصحراء فقط بل سيفقد أيضا المغرب نفسه لأنه رهن بلاده لهذه السياسات وبالتالي سيضيع حان الوقت وهذا هي في الذكرى الخمسين اللي نقوله للمغرب أنه حان الوقت أنه يستخلص الدروس ويستنتجها ويجنب المنطقة سنين أخرى لأنه لن يحسم الموضوع لصالحه لأنه صحراويين مجمعين ومقررين عنهم يمشون ترجمة نانسي قنقر